على أحواز للتصدي للإرهاب الإيراني شعار رفعه المؤتمر الذي نظمته حركة النضال الأحوازي قبل أيام في العاصمة الدنماركية كوبينهاغن تزامناً مع مؤتمر آخر استضافته العاصمة البريطانية لندن ونظمه المجلس الوطني الأحوازي تحت عنوان سبول مواجهة الإرهاب الإيراني العابري للحدود وبحسب القائمين على المؤتمرين فإنهما يهدفان إلى فضح ما يمارسه نظام طهران من سياسات عنصرية وإرهاب ضد مكونات المجتمع الإيراني لافتين الانتباه إلى أن هذه السياسات وذلك الإرهاب يمتد إلى خارج الحدود الإيرانية ليقمع المعارضين في الخارج وهو ما جرى بالفعل قبل أسابيع حين أحبطت أجهزة الأمن الدنماركية محاولة إيرانية لاغتيال رئيس حركة النضال الأحوازي حبيب جبر وقيادئين أحوازيين آخرين وفي سياق المؤتمرين الأحوازيين بدى الحضور العربي لافتاً إذ شهد المؤتمران مشاركة من قبل حقوقيين وسياسيين وإعلاميين من مختلف الدول العربية في مؤشر على التوجه العربي لدعم القضية الأحوازية في مواجهة نظام طهران الذي مد نفوذه عميقاً في قلب المنطقة العربية وأوغل في دماء شعوبها في أكثر من دولة غير أن ذلك الحضور العربي بدى في رأي المحللين مؤقتاً ومرحلياً فالأحواز احتلت عبر صفقة بين إيران والمحتل البريطاني الذي كان يرسم آنذاك خرائط الشرق الأوسط كيفما يحلو له صفقة يرها كثيرون شبيهة بما جرى في فلسطين رغم ذلك فالصوت العربي إزاء قضية الأحواز طوال عشرات السنين كان خافتاً لا يكاد يسمع وإنما يعلو ذلك الصوت الآن مدفوعاً بشعور عربي متصاعد بالخطر الإيراني في المقابل يرفع آخرون شعار أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي أبداً فالأحوازيون يحتاجون الدعم العربي لقضيتهم ومن مصلحة الدول العربية إجبار نظام طهران على التراجع إلى داخل حدوده بل إن الطرفين عليها استثمار العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد طهران من أجل حظ مزيد من المكاسب على صعيد القضية الأحوازية وكذلك على صعيد الصراع العربي الإيراني فهل يفعلون؟ اشترك لكم المترجم للقناة